من سادات قريش كان أحيانا يستمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كاد أن يسلم إنه عقبة بن أبي معيط وحين سمع بذلك صديقه أبي بن خلف غضب غضبا شديدا ونهره وأخبره بأن ما بينهما من ود لن يعود إلا إذا قام بإيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق عقبة نحو أكرم الخلق وتعرض له بالأذى فتوعده رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن وجدتك خارج جبال مكة لأضربن عنقك صبرا فلما كان يوم بدر أبى عقبة أن يخرج مع قريش خوفا من أن يقع ما توعده به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أحدهم مطمئنا لك جمل أحمر لا يدرك فإن كانت الهزيمة طرت عليه انتصر المسلمون ووقع عقبة في الأسر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه خاف عقبة وارتعد وسأل بذل ورجاء أتقتلني من بين هؤلاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فأنزل الله فيه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا ندم وحسرة وشقاء مصير دفعه إليه الأخلاء وهكذا الصحبة إن لم تكن لله وفيه قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين فاحرص أخي على صحبة المتقين وليكن نصب عينيك وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل